بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله الجزء الثاني من محاضرة الديوريتكس هو اللي بتكلم عن الثايزايد الديوريتك الثايزايد يا شباب لازم نعرف الفرماكوفور بتاعي يعني ايه؟ يعني الاصل في الستراكتر اللي بيعمل لي الديوريتك الفجر الاصل في الستراكتر يا شباب هو الجزء ده هو الجزء ده زي ما هو كده هنا خلينا هنا ماله بقى تعالى كده نسميه تسمية كميائية علشان نعرفه عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد وواحد ضاي اكسو واحد وواحد ضاي اكسو اتنين اتش يعني عند الزرة رقم اتنين فيها هيدروجين اتنين اتش بعد كده اتنين واحد واتنين واربعة واحد واتنين واربعة اللي هم الموجودين دول بنقول عليهم بنزو ثايا ضاي ازين تاني بنزو علشان البنزين ثايا علشان السلفر ضاي ازين ضاي علشان اتنين النيتروجين وازين كده كده احنا لما اخذنا الهيتيروسايكلي كنا بنقول ان النيتروجين بيبقى اسمه از وعشان هي السوداسية فبنقول اين ازين تمام كده يبقى تاني واحد وواحد ضاي اكسو تمام اتنين اتش واحد واتنين واربعة بنزو فايا ضاي ازو سبعة تمام سلفونامايد سبعة سلفونامايد مين دول؟ دول الفارماكوفور بتاعتنا ده الفارماكوفور بتاعي بتاع السايزايد طيب هو اسمه سايزايد هي ايه سايزايد؟ كلمة سايزايد معناها البنزين رينج اللي متصل بيها الرينج اللي فيها النيتروجين والسالفر دي اسمها كلها على بعضها اسمها سايزايد طيب لما يكون فيها بقى الاكسوجين ده زيادة يبقى اسمها واحد واحد ضاي اكسو طيب خلاص احنا كده عرفنا الفارماكوفور بتاع مجموعة السايزايد لما بشوفه في اي مكان بعرف ان المركب ده هو من نفس العيلة اللي بتديني ديريسيز افكت طيب ندخل بقى على توضيح بيقول ان الهايدروجين اطوم اللي على زرة النيتروجين اللي موجودة عند الزرة رقم 2 الزموز تأسيدك اعلى زرة تعتبر اعلى أسيدتي من باقي الزرات طيب قال لك ايه سبب؟ قال لك وجود السالفر جنب النيتروجين السالفر جنب النيتروجين اعلى في السالبية الكهربية يعني بيسحب الالكترونات من النيتروجين وبالتالي النيتروجين هيسحب من الهايدروجين وبالتالي الهايدروجين هيبقى سهل من يخرج اصلا على هيئة بروتون وانا عارف ان اي زرة بتطلع لبروتون في المحلول بتاعها هيبقى هي تعتبر بالنسبة لي أسد تمام كده؟ طيب قال لك بما انها مور أسيدك ده سهل علينا ان احنا نعمل الدوة ده على هيئة سوديوم سولت الهايدروجين بيخرج ويدخل مكانه السوديوم السوديوم موجب والنيتروجين سالب لانه أخذ الكترونات الهايدروجين وهو كمان كان مشارك بإلكترونة فأصبح عليه إشارة سالبة كاملة والسوديوم داخل بإشارة موجبه عمل ما بينهم الكتروستاتيك بوند تمام؟ يبقى ان الهايدروجين أطم اللي موجودة عند زرة النيتروجين نمبر 2 يعني إيه؟ يعني الجارة اللي هي السلفون جروب بعد كده السلفونة مايد اللي عند زرة الكربون رقم سبعة اللي احنا كنا بنقول عليها مبارح سلفة مايد اللي هي اللي هي السلفر اتنين نيتروجين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة الزرة اللي بتكون مشتركة دي ما بتتحدش طيب اللي موجودة عند الزرة رقم سبعة بتديك هي كمان بتكون أسد بس أقل في الأقل أسدتي عن البروتون اللي موجود عند الزرة رقم 2 بعد كده نزيس أسدك بروتون اللي موجودة عند الزرة رقم 2 بيسهل علينا عميل الدراج على شكل salt فبيبقى water soluble sodium salt بسبب مين؟ بسبب الأسدتي بتاعت الهايدروجين اللي موجودة عند الزرة رقم 2 ده أول حاجة بديك نظرة عامة عن مين؟ عن الـ structure ندخل بقى في الصور structure activity relationship هنتكلم عن كل حاجة الوحيدة هو السلفونمائل group قالك عدم وجودها بيوقف الأكتيفتي لكن وجودها مهم جدا للأكتيفتي فبيقول يعني لو استبدلت أو حزفت إذن وجود بعد كده هندخل على اللي موجودة عند الزرة رقم 6 في العادي المفروض أن نضيف يعني زرة ساحبة للإلكترونات لأن ديت هتزود لها الأكتيفتي جدا تمام مهمة طيب لو إحنا شلناها ومش موجودة قلت لديوريتك أكتيفتي يعني لو الكولورايد دي مش موجودة خالص وده كان بنزين عادي وفيه هنا هيدروجينة مش موجود أي حاجة يعني حيديك ديوريتك أكتيفتي ولكن ضعيفة جدا بالمقارنة من إحنا ضفنا لمركب عنده كلورو أو CF3 اللي هو ترايفلورو ميثايل هيكون عنده اكتيفتي أعلى تمام يبقى احنا خلاص اتفقنا أننا عند زرة الكربون رقم 6 لازم تكون لو محطناش حاجة بيبقى فيه ديوريتك إفكت ولكن لكن وجود زرة ساحبة الإلكترونات زي الكولورايد أو CF3 اللي هي ترايفلورو ترايفلورو ميثايل يبقى الفرق ما بين الكلورو أو CF3 هما الاتنين لهم أكتيفتي عالية ولكن CF3 أعلى في الأكتيفتي لأنها حتكون لأكتيفة ليه لأكتيفة لأنها مش هيبقى من السهل أنها ميتابوليزم وتخرج برى الجسم لأنها حطنا لها CF3 ضرر بالدوب في الليبد أعلى من الكلورايد لكن الكلورايد يعتبر تمام طيب يبقى كده أخدنا ثلاث حاجات إنه لو ما فيش خالص يبقى لها ديوريس ضعيف ولكن أعلى منهم في الأكتيفتي لما يكون في كلور أو CF3 لازم يضاف إلكترون وزرونج جروب بعد كده CF3 أعلى كليبت سولوبيليتي وبالتالي مور لونجر دوريشن أو أكشن بعد كده وين إلكترون ريليزنج جروب لو إحنا شلنا الإلكترون وزرونج جروب اللي هي بتسحب إلكترونات وضف نظرة بتعطي إلكترونات اللي هي ريليزنج جروب زي مثلا الحل لو إحنا شلنا القولرائد وحطنا مكانها مثال جروب أو حطنا مكانها أو سي إتش سري اللي هي قال لك في الوقت ده أو يبقى بتاعتها حتقلي جدا تمام يبقى في صيزاي في السار بتاعتنا مش هنتكلم غيرها عن حكتين وجود السلفامويل جروب أو السلفونومايد و اللي عند الزرر رقم ستة قلنا إن هي لازم تكون لو ما فيش خالص ديوريتيك اكتيفتي بتبقى ليلة الأفضل إن إحنا نضيف سيف سري علشان لان هي مور ولو إحنا شلناها وحطنا مكانها ريليزينج جروب زي الميثايل أو الميثوكس جروب ساعتها الاكتيفتي بتقل طيب نكمل ساتيوريشن أو الضابل بوند لو جينا على الضابل بوند اللي موجودة ما بين الزرر رقم 3 و 4 قال لك ساعتها تديك 3 و 4 ضايهايدرو الزرر رقم 3 و الزرر رقم 4 تبقى ضايهايدرو لكن بقيت الزررات لو تلاحظي كلها سابستيوديد علشان كده لما يقول لي ضايهايدرو يا شباب فأي رينج اعرف إن دول الزررتين اللي هما مش عليهم سابستيوشن طب الباقي بيكون عليه سابستيوشن هنا عليها سابستيوشن بهايدروجين هنا سابستيوشن بأكسوجين وكاربون وكاربون بتاع البنزين وهنا بنزين وهنا بنزين لكن لو أنا شلت اللي هنا هي الوحيدة اللي هيبقى مش عليها سابستيوشن فإسم المركب ساعتها هيبقى اسمه 3 و 4 ضايهايدرو علشان هما الوحيدين اللي في الرنج ما فيهمش سابستيوشن ضايهايدرو وده بيبقى دوريتك زان تين فولد مور اكتف زان الانساتوريت ديرفاتف يعني الأفضل الأفضل إن انت تعمل ديهايدريشن أو ساتوريشن للضبل بوند اللي موجودة ما بين زارة الكربون رقم 3 والنيتروجين رقم 4 فبيديك بيديك حاجة اسمها هيدرو كلوروثايزايد أو 3 و 4 ضايهايدرو ديرفاتف وده بيبقى عنده دوريتك افكت أعلى عشر مرات من الأصلي فأنا عندي هنا الكولوروثايزايد الكولوروثايزايد ما له الكولوروثايزايد بس هنا زارة الكربون رقم 7 عليها فلما تيجي تعمله ساتوريشن ساتوريشن اللي موجودة هنا أصبح عندك هيدرو كلوروثايزايد أعلى عشر مرات في عن الكولوروثايزايد طيب كده احنا تكلمنا عن الضبل بوند دي كمان يبقى احنا كده تكلمنا عن ثلاث حاجات اتكلمنا عن وجود السلفامور جروب اتكلمنا عن الاكتف جروب وتكلمنا عن الضبل بوند اللي موجودة ما بين الزرتين ثلاثة واربعة طيب نقول لك بقى لو انت عملت سابستيتيوشن وزا لايبوفيل الجروب عند البوزيشن رقم ثلاثة عند البوزيشن رقم ثلاثة بعد ما الضبل بوند موجود لو بس انت جيت حطيت لايبوفيل الجروب عند البوزيشن نمبر ثري يعني لو جيت هنا وحطيت لزرة وحطيت اللي هنا متصل بها نيتروجين ونيتروجين وضبل بوند وبإيه هيدروجين حلو شلي الهايدروجين دي وحط مكانها لايبوفيل الجروب زي اللي موجودة هنا البنثوسيزايد قال لك في الوقت ده هيديك القوة بتاعت المركب حتكون عالية طيب انا ممكن احط لايبوفيل الجروب قال لك ممكن تحط هالوالكايل ممكن تحط أريل يعني هالوالكايل يعني ايا كان النوع الموجود مع أراي الألكايل يعني تحط بنزين ومتصل بي ألكايل جروب يعني وطبعا عفوا يعني في النص وعندي من اليمين ور من الشمال تمام كده بدل الاكسجين اللي هو كان من اليمين ور من الشمال تمام يبقى أنا عندي كده لو أنا عملت القايل سبسيتيوشن على البوزيشن نمبر 2 والالكايل ده ممكن يكون هالوالكايل أو أراي الألكايل أو ثايو ايثر سبسيتيوشن دول بيزودوا الليبل سلوبليتي يعني بيخلي المركب يدوب أسرع في الدهون وأي حاجة الليبل سلوبليتي يا شباب يبقى خلاص أعرف يبقى خلاص حافظنا أن أي حاجة بتدوب في الدهون يبقى longer duration of action يبقى وجود السبسيتيوشن عند البوزيشن نمبر 2 بيدينا حاجتين لبت سلوبليتي عالية وحاجة تانية بيزود الديوريتك بيوتنسي وكلمة بيوتنسي يعني شدة الديوريتك يعني بدل ما كان بيدينا إفكت بنسبة 10 هي إفكت بنسبة 100% مثلا أو 90% خلاص طيب الجروب دي ممكن تكون زي إيه يعني أي حاجة فيها زرات كربون أي حاجة فيها زرات كربون ما هي كده كده لايبوفيلك جروب وأي حاجة لايبوفيلك بتزود الزوبانية في الدهون وتقلل البولاريتي تمام يعني الوقت اللي هيقعد فيه بدل المكان هيقعد ساعة في الجسم لا ده هيقعد معي مثلا خمس ساعات أو ست ساعات ممكن البشنط بدل المكان بيحتاج ياخد من الدواء ده مرتين في اليوم هيحتاج ياخد مرة واحدة في اليوم يبقى احنا كده أقللنا عدد المرات اللي بيدخل فيها الدواء للجسم يبقى كلما كانت الحاجة بتدوب في الدهون أكتر بنقول عليها اللايبو في الجروب يبقى حتقلل البولاريتي وبالتالي longer duration of action مثال على سايزايد اللي له longer duration of action حاجة اسمها البنذا سايزايد ايه اللي حصل حط لي مجموعة R R group هنا عند زرة الكربون رقم 2 وحط لي مكانها خلي بالك هنا self وهنا R وهنا R وده اللي حصل بالضبط يعني هنا thio ether ال R الاولى هي مجموعة البنذاي الجروب وال R التانية هي CH3 وال S في النص يعني S متصل بيها C وبنزين رينج من هنا ادى C وادى البنزين رينج ومتصل بيها من هنا زرة كربون فاسم المركب اصبح بنزي سايزايد الفرق ما بين الكولورو سايزايد والبنزي سايزايد هو اللي عند زرة الكربون رقم 2 طيب ده الفرق ما بينه وما بين البنزي سايزايد اوكي بعد كده يبقى احنا كده لحد دلوقت اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن 3 حاجات اتكلمنا عن وجود الصلفونامايت جروب وقلنا عدم وجودها ماينفعش رقم 2 اتكلمنا عن ال اكتيفيتينج جروب هي لازم تكون وتكلمنا عن الهايدروجين اللي موجودة عند زرة النيتروجين رقم 2 وقلنا ان هي اسيدك وتكلمنا عن الدبل بوند اللي موجودة هنا وقلنا لو حصل لها ساتيوريشن بتزود لي 10 مرات وبعد كده اتكلمنا عن زرة الكربون رقم 3 وقلت لو انا حطيت عند زرة الكربون رقم 3 دي اي ليبوفيل جروب هيزود لي وفي نفس الوقت حي زود لي مثال ممكن نحط زي ما حطينا في المراكب اللي اسمه خلاص كده خلصنا مجموعة وتكلمنا عن الصار بتاعها هناخد بقى دلوقتي طيب السؤال اللي ممكن يجي هنا يا شباب ممكن يقول لك اكتب الصار كامل خلاص وممكن يقول لك ممكن يجيب لك السؤال هنا يحط لك المعادلة دي ويقول لك ايه اللي حصل والمركب ده اسمه ايه والمركب ده اسمه ايه وايه الفرق ما بينهم من اعلى في خلاص يبقى لو اداك ده اسمه يعني عمل يبقى بقى اسمه الهايدرو ازايد اعلى عشر مرات من الكولوروسيزايد ايه السبب لان انت عملت ساتوريشن للدابل بوند واصبح المركب من بعد ما كان الكولوروسيزايد بقى هم زرات او مركبات بتتحط تحت مجموعة السيزايد بس هي اصلا مش سيزايد يعني مش هتلاقي فيها البنزين اللي جنبه السيزين رينج امال هتلاقي قالك الحاجة المشتركة ما بينهم هي مجموعة السلفونة مايد فقط والكلورايد اللي موجود هنا السلفونة مايد وكلورايد هو ده الجزء اللي موجود والبنزين كمان خلاص طيب مين دول قالك ذيس كومباوند لايك زي سيزايد رينج ما هياش عندها الرينج الموجودة هنا دي امال بط لايك سيزايد ولكنهم بيدوا نفس الافكت بتاعهم خلي بالك كلمة انسبستيوت سلفونة يعني مشالش الهايدروجينات اللي موجودة عند الان وحط مكانها حاجة شين كده بيقولك انسبستيوت يبقى ميكانيزم يبقى اللي احنا فهمناه من الموضوع كله ان لو لاحظت طريقة دوريس افكت هنا في كل اللي اخدناه هو وجود السلفونة مويل او السلفونة مويل جروب الكولوروثاليدون الكولوروثاليدون is non-thi-zide طيب that behave فرماكولوجي like هيدرو كولوروثاليد اللي زي بالضبط بيشتغل زي الهايدرو كولورو سايزايد يبقى يعتبر سايزايد دوريتيكس طيب وعنده كمان الميتولازون مور بوتانتزان السايزايد عندك كمان الميتولازون زي السلفونة بيش اعلى منهم مور بوتانتزان الفرق ما بينهم يا شباب اننا عندي كان هنا عندي سالفر جروب لكن بقى عندي هنا زرة كربون ودبل بوند او في السايزين كان عندي سالفر ومتصل بيه اكسوجين تين لو تفتكر لكن هنا عندي كربون وكمان الدبل بوند اللي موجودة هنا دايهايدرو تلاتة واربعة دايهايدرو يعني ما فيش دبل بوند اصلا خلاص وجه عند زرة الكربون رقم تلاتة وعمل وعند الهايدروجين اللي كانت في النيتروجين لا دشالها وعمل رنج ما بين عند النيتروجين وحط بنزين رنج وفيها مثال جروب او اللي احنا بنقول عليها البنزايل رنج طيب ده اسمه الميتولازون اما بالنسبة للكلورو ثاليدون من اسمه كلورو وادا السلفونمائد جروب بس جه عند زرة الكربون رقم 4 وحط لي المركب ده بقى اصبح اسمه الكلورو خلاص احنا اتكلمنا عنهم تعال ناخد اصطار بتاعهم تاني ده بالنسبة للصايزايد احنا قلنا ما فيش اي حاج على زرة رقم 4 وزرة رقم 5 لان احنا اصلا ما تكلمنش عن احنا تكلمنا عن ثلاثة وتكلمنا عن سبعة وتكلمنا عن تمانية وجود السلفونمائد وتكلمنا عن الهايدروجين اللي ولا جاب سرة 5 خالص يبقى رقم 5 لو احنا عملنا عليها اي مشكلة مفيش اي اكتيفتي طيب بعد كده سبستوشن اتل بوزيشن نمبر 6 لو احنا حطينا الاكترون جروب اسمها الاكتيفات جروب زي الكولورايد زي ما شفنا في الكولوروس ازايد او البروميد او دول مهمين للأكتيفتي وارز منفعش نحط حاجة بتديق الاكترون السلفة جروب من غيرها مفيش اي افكت من غيرها مفيش اي نتيجة خلاص كده خلصت المحاضرة الاولى كلها اخدنا فيها اسمها ديوريتيك واخدنا فيها في الاول خالص السلفة مويل اتنين او ثلاثة امن وبنزوك لو في اي سؤال اي استفسار تبعتولي على نفس الرقم بتاعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته